أنا من الناس المساعدة ما اشتغلت الشهرانة دي وقبل ما اشتغلها شهرانة الاعلام دايما بقول إنه النادي الاهلي مميز مش أنا الواحد اللي بقول يعني كلنا النادي الاهلي مميز في إنه فكرة القيم والمبادئ والحزم والحسم في القرارات ما عندوش فيها هزار ما عندوش فيها هزار بعض الناس انتقدت الجهاز الفني وإدارة النادي الاهلي في الموقف اللي حصل ضد محمود عبد المنعم كهرباء قبل المباراة نهاية ومبعد مباراة سيراميكا كيليو بطر وقال لك ما كانش وقته وكان لازم يحصل احتواء للموقف وكان يفضل بس إن شاء الله مايلعبش بس مايسافرش وتقال كلام كتير في هذا الامر نادي الاهلي بيكسب ويوفق في المباراة كثيرة بسبب هذه المواقف فهموها بقى جماعة اتعلموها بقى ما تترددش فيها أنا بقول كده على الاهلي وكل الأندية فكرة إنك ترسخ مبادئ ونظام وعدل في النظام ده أول سبيل وأول طريق للنجاح لكن تبسك عصاية من نص تدلع تخلي اللعيب أكبر من النادي مش إنت اللي أكبر منه كنادي وإنت فوق الجميع حرفيا في فريقك كنادي كاسم نادي لو ما عملتش كده عمرك ما تكسب وعمرك ما تنجح فلو في حاجة تاريخية سبتة في النادي الأهلي تحطها من أسباب نجاحات النادي الأهلي فهي جزئية دي فرض النظام والتقاليد على الجميع وبعد كده تيجي أسباب نجاح أخرى كثيرة لعيبة مميزة أجهزة فنية مميزة إدارة مستقرة احسب زي ما تحسب بس دي اللي بتكسب الأهلي الأهلي كسب النهاردة ممكن بسبب موقف زي ده عشان يترسخ ده عنده عشان يترسخ ده عند اللاعبين والجهاز الفني وكل منظومة النادي الأهلي كان ممكن يخسر النادي الأهلي كان ممكن يطلع ناس تقول زنب كهربا بس الأهلي كسب عشان هو عمل الصح ده ليس تجنيا على كهربا ولا أن احنا النهاردة الأهلي كسب فنقول بقى كهربا مجرم وظالم لا كهربا أخطأ خطأ يعود النادي الأهلي ويرجع تاني كهربا لصوابه ويستقر مع الفريق ويرجع عطى الله يفيد النادي الأهلي يفيد منتخم مصر نفرح له جدا بس ده يحصل مع أي لعب فبرابو النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر